خلينا نروح لتحديداً النقطة اللي أنا وكريم طرحناها واللي عليها برضو علامات استفهام بس نفندها شوي اللي خاصة بيه طبعاً التذاكر مبارح كابتن محمود الخطيب يعني تقابل مع السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكة المغربية وكان بيكلفه أو كان يعني بيكلمه أو بيكثفه التواصل مع الجهات المعنية عشان يشتغلوا أو يعملوا على تسهيل وتأمين دخول هنا جمهير الأهلي طبعاً في إطار التنصيق الكامل زي ما كريم كان بيتكلم ونظراً كمان لتضفق هنا جمهير الأهلي من مختلف أنحاء يعني العالم زي ما بيتقال الحضور المباراة في الوقت اللي تم فيه برضو تسليم البعثة لألفين وخمسمائة تذكرة فقط يعني أنا دلوقتي كان بداية الكلام والكلام الحقيقي والكلام الموثق أن أنا حاخد عشر تلاف وعلى هذا الأساس يا كريم راح لي الجماهير بتاعتي علشان تدخل فأنا بوفوجة هناك أن أنا عندي تخصيص فقط أو استلمت فقط في إيدي ألفين وخمسمائة طب هو ده كلام يعني ما هو برضو ده مش طبيعي يعني فيه حاجة مش مظبوطة أنت بتتكلم أن أنت الكاف أنت خصصتلي ده وخلاص وعلى الأساس بدأ بعت الأهلي جهد كبير جداً وإحنا كنا نتابعه يوم بيوم ولحظة بلحظة في التواصل مع مسؤولي الكاف واللجنة المنظمة للمباراة علشان يعني الحصول على بقية التذاكر بتاعتنا فين؟ فين تذكرنا يا جماعة؟ يعني محتاجين نفهم فما فيش أي استجابة لحد هذه اللحظة نتكلم حضراتكم يعني فيه أي جديد فيها أو فيه أي استجابة نقدر أن نطلع حضراتكم فيها غير طبعاً لما الاجتماع الخاص بالكاف أنه هو ينتهي ساعتها ممكن يكون فيه جديد أكيد هنعرضه لكن فيه جماهير مصرية كتيرة جداً من جميع أنحاء العالم موجودة وجهزة أن هي تدفع وتاخد التذاكر غير أصلاً أن التذاكر يعني النادي الأهلي كمان تكفل بيها ففيه حاجة محتاجين نفهمها بس على هذا الأساس زي ما كنت بقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب تواصل يعني مع السفارة المصرية هناك علشان يحلوا أي أزمات بقى عند دخول الجمهير إن شاء الله والعمل على كمان تأمين السلامة زي ما بيتقال فإن شاء الله خير وإن شاء الله خلال الساعات القادمة نقدر نوصل لحاجة تفرحنا أو يعني تبقى عادلة شوية في المواضيع كتير عامها تفتح بصراحة وعملت زيد فمش عارفة أي تاني ممكن أنه يحصل والله ياريت يعني ياريت كل التساؤلات دي أنا هو أنت نلاقي عليها إجابات وياريت كل علامات التعجب اللي بتصار خلال يعني يمكن الساعات إن ما كانش الأيام القليلة الماضية يعني كلها تختفي ومنتمنى إن شاء الله اللقاء يمر بشكل كويس ومحترم يتماشى يعني تماماً مع فكرة أنه نحن بنتكلم على فرقتين من الفرق التئيلة الكبيرة والأهم بعيداً عن الفرقتين وبعيداً عن الكورة بما يتماشى مع المحبة المتبدلة الموجودة من قديم الأزل ما بين الشعبين المصري والمغربي إحنا لنا أصدقاء وحبايب وناس كتير جداً جداً في المغرب وكذلك المغرب يعني من الدول أو من الشعوب المحبة جداً لمصر والمصريين فالمحبة المتبدلة دي عايزين نشوفها من الترجمة في كل تفصيلة من تفاصيل هذا اللقاء وإن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله بس عارفك كريمي المغرب برق المعادلة شوية يعني المغرب ملاش دعوة هو الكاف يعني هي قضاية كلها قضاية الكاف أنا بقولك لا نصرح حاجة تسيء بقى للمحبة المتبدلة دي ما نشوفش أي وقعة أو تشوف أي لقطة أو أي مشهد كجماهير يعني إن شاء الله لا لأن ما تعودناش على ده فبتايع المشهد هيبقى بإذن الله كويس اشتركوا في القناة